في أجواء من الغضب والتوتر وبحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة هدمت آليات وجرفات السلطات الإسرائيلية 47 منزلا لعائلة أبو عصى في وادي الخليل في النقاب فيما أقدم عدد من أبناء العائلة على حرق بيوتهم قبل بدء عملية الهدم عمليا هو الآن حرب يتم هدم قرية بأكملها وهو السبب لأن مواطنها عرب فقط هناك أكثر من 170 تجمع ساكنة يهودي لم نسمع عن عمليات هدم نسمع عمليات هدم يوميا في النقاب اليوم ولأول مرة يتم هدم قرية كاملة في منطقة وادي الخليل بسبب سياسة عنصرية لوزير الشرطة والذي أصبح فصولا عن ملف الهدم في النقاب وهو يريد جر المنطقة إلى مواجهة عملية الهدم ليس بسبب قضية قانون وعدم التزام بالقانون القانون ينص على حق المواطن في المسكن وكانت الشرطة أغلقت بصورة جزئية شارعي ستين وواحد وثلاثين لمنع المواطنين من التظاهر والتجمهر في المكان والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل غير المسبوقة منذ هدم قرية العراقيب لأول مرة قبل أربعة وعشرين عاما قوات مؤسسات حكومية وقوات كبيرة جدا بالألاف لهدم خمسين بيت من عائلة أبو عصى بالقرب من قرية أنبطين في مفترق شوكت يعني الطلاب خرجوا للمدارس هذا الصباح وعودون عصرا لبيوت مهدمة لسنا ضد التخطيط والتعمير وشق الطرق ولكن الأمر يجب أن يكون بالتفاهم وفي هذه القضية لم يكن هناك أي تفاهم مع المواطنين نتواجد اليوم من ساعات الصباح الباكرة من السادسة صباحا عند الأهل في وادي الخليل منطقة أبو عصى حيث حضرت قوات كبيرة من الشرطة تقريبا ألف شرطي مع آليات وجرفات لهدم بيوت الأهل نحن كرؤساء مجالس محلية مسؤولين جمهور منتخبي جمهور نطالب هذه الحكومة التي تهدم بيوت مواطنيها بالتوقف عن هذه الأعمال الهمجية البربرية جاءت عملية الهدم هذه بالدعاء أن مساكن عائلة أبو عصى في النقب شيدت بدون ترخيص وأنها تقع على المسار المخطط لشارع عابر إسرائيل وأن السلطات استنفذت المفاوضات مع العائلة التي رفضت الانتقال إلى حارة متنازع عليها بقرية أنبطين للمجاورة وتفضل حارة في تل السبع ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة